الآن هذا الحيوان الحلال لابد فيه من الذكاء الشرعية إما بالذبح أو النحر هناك أو الصيد تمام الصيد يشترط فيه أنه يسمي نعم فإذا وجدوا حي يذبح وينحر طبعا إذا وجدوا حي وإذا وجدوا ميت بماذا مات قال وجدوا في ماء ممكن مات من الغرب نعم حرام لكن إذا وجدوا عندما رماه ومات بهذا الرمي فهو حلال أسمى نعم والبقية ذكاء الشرعية ذكيه يذبح بمحدد يعني سكين حادة نعم وينهر الدم يعني الدم يخرج بسرعة يقطع الوججين نعم نعم ومنهم من يقول مع الحلقوم نعم طيب لكن لا يعذب الذبيحة يعني لا يكسر الرقبة مثلا ويترك حتى يخرج الدم لابد من التسمية ويكون الذابح مسلم أو كتابي يهودي أو نصراني لا مجوسي أهل الكتاب يهود ونصارى ترجمة نانسي قنقر